عايز أول جملة منك تبقى فيها ولو رسالة طمقنينة لجماهير الزمالك يعني السؤال اللي بيسأله جماهير الزمالك دايما اللي بيكون واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ نادي الزمالك مع نظيف يقول لك الدنيا هتتصلح الحالة هيبقى أحسن هنعيش فترة كويسة الفترة اللي جاية ولا الصوبات دي مكملة شوية لا هي مكملة شوية مكملة بالتأكيد مكملة وشوية كتير مش شوية صغري لأن الأوضاع في داخل نادي الزمالك محتاجة وقت ومحتاجة فكر ومحتاجة هدوء محتاجة حاجات كتير جدا قد يتاح لكل هذه الأمور سريعا وقد لا يتاح والله أعلم لكن أنا بتكلم من منطلق أن أنت بتتكلم في مشاكل كتيرة جدا يعني قربها لسه كرة اليد النهاردة يعني حاجة ولنباري حاجة يعني حاجة الحقيقة تدعو إلى الحزنها هتقطع القلب يعني وبعدين بتيجي تخش على كرة القدم بتلاقي فيه مديونيات كتيرة جدا سواء لاتحاد الكورة سواء الحجز على الأموال سواء الإقاف القيد عندك كم من المشاكل غير طبعية عشان كده أقول لك أي مجلس هيجي هو مسك كرة من النار حقيقة وعليه أنه يتعامل معها يتعامل معها إزاي أولا لازم واحدة صف لازم ما يبقاش فيه يعني مشاكل بمعنى صح يعني انتعاش كمان الناس اللي جوه يبقى الناس اللي بره متضايقين أنه هما جوه والعكس صحيح يعني دي مشكلة أهاجم الناس اللي بره يعني كده والناس اللي تيجي كمان يا كريم ما فيش تصفيت حسابات ما عندكش انت وقت انت ما عندكش وقت ان انت تتخانق مع كريم مطارق وتسيب مشاكل اللي هي الأساسية لأ لو حل المشاكلك برافو عليك انت بتتكلم فيه مشاكل جمه صح عندك عقود لعيبة قديمة وعندك عقود لعيبة مثلا إذا ربنا وفق وفتحت القيد ودفعت الفلوس الملايين اللي عليك دي عندك في الانتقالات الشتوية لازم تجيب لعيبة صح وإيه لما ستكامل الزمالك محتاج كم لعيب كده من المصر أنا بتكلم في 4-5 لعيبة 4-5 لعيبة 4-5 لعيبة بس اللعيب اللي ييجي بقى كريم يبقى ما فيش جدال عليه وما يبقاش فيه نوع من انواع إيه بقى الرزق اللي أنا هجرب اللي أنا هجرب اللي أنا ان شاء الله الفانيلا تبقى مش تيلة عليه مفيش الكلام ده لازم يلعب انت تجيب لعيب انت شايفه بعينيك صح فاهمني ومكسر الدنيا تجيبه صح تدفع فيه بقى 30-40-50-60 واتفر بقى لأن انت قريدي من المفترض أن انت عندك فلوس موقوفة كلها لمشاكل مادية بشاكل مادية دي لابد من تدخل رجال الأعمال الزمال كوية ان هما يفكوا هذه الأمور كلها لأنها مش تيجي غير كده لأن طبعا انت لو استنيت فلوس كهرباء يكون صان طيب يعني احنا بقىنا سنة وشوية سنتين ولا سنة مستنيت فلوس كهرباء ما جاتش مفروض في 6-10 6 كوب لغاية دلوقتي المفروض المفروض هتستنى فلوس كهرباء طيب فلوس كهرباء ما جاتش لا قدر الله هتعمل ايه لازم موارد لا والفلوس كهرباء حتى لو جات هي هتنعشك شوية هتفوقك بس هي تحلك كل المشاكل نادي الزمالك لازم يبقى فيه نهضة اقتصادية مادية